يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جولة خارجية تشمل كل من أنجولا ومزنبيق وزنبيا أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن جولة رئيس السيسي في منطقة الجنوب أفريقي تأتي في إطار حرص مصر على تكثيف التواصل وتنصيق مع أشقائها الأفريق وكذا مواصلة تعزيز علاقتها مع دول القارة في مختلف المجالات وأضاف متحدث الرئاسة أنه من المنتظر أن يعقد الرئيس السيسي خلال الجولة سلسلة من المباحثات الثنائية مع زعماء الدول الأفريقية الشقيقة بهدف بحث آليات تعزيز أوجه التعاون الثنائي مع مصر فضلا عن مناقشة مستجدات القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وكذا سبل التعاون لبلورة أطر العمل الأفريقي المشترك وأشار متحدث الرئاسة إلى أن الرئيس السيسي سيشارك خلال زيارته إلى العاصمة الزنبية لوساكا في أعمال القمة الثانية والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي قميسا والتي ستشهد تسلم الرئاسة الدورية للتجمع من مصر إلى زنبيا